السلام عليكم و اهلا و سهلا بكل زملاء العزاء في الدورة الخاصة بالSectional Anatomy of the Brain النهاردة في الجزء الخامس هنتكلم عن حاجة اسمها بيزل نيوكليوي الPDF الخاص بالفيديو ده هتلاقيه في وصف الفيديو تقدر تحمله من على قناة التليجرام البيزل نيوكليوي او متسمى جانجليا هي عبارة عن مجموعة انوية من الجري مطر بتتكون من كوديت نيوكلاس والانتفورم نيوكلاس وكلوسترام وظيفة البيزل نيوكليوي هي انها بتنسك وتخطط حركة عضلات الجسم اكبر البيزل نيوكليوي هي الكوديت نيوكلاس والانتفورم نيوكلاس الشكل ده بيوضح لنا الكوديت نيوكلاس والانتفورم وفي الـ Axial View ده شايفين الهيدوفزا كوديت نيوكلاس والانتفورم وظيفة الكوديت نيوكلاس والانتفورم نيوكلاس هم انهم Relay Station ما بين السلامس والسريبرال كورتكس يعني محط التناوب استقبال وإرسال المعلومات ما بين السلامس والسريبرال كورتكس اول حاجة الكوديت نيوكلاس بتكون موازية للاترال فنتريكب وبتتكون من هيد وبادي وتيل الهيدوفزا كوديت نيوكلاس بيكون موجود بجوار الفورونتال هورنوفزا لاترال فنتريكب والتيلوفزا كوديت نيوكلاس بينتهي عند الامجدالة الموجودة في التيمبرال لوب الجزء ده عندنا هو الكوديت نيوكلاس بتتكون من 3 أجزاء هيدوفزا كوديت نيوكلاس وبادي وتيل الهيدوفزا كوديت نيوكلاس بيكون موجود للفورونتال هورنوفزا لاترال فنتريكب والتيل بينتهي عند الامجدالة الموجودة في التيمبرال لوب ده شكل الfrontal horn of the lateral ventricle بيكون بجواره الhead of the codate neoclas وده الbody of the codate neoclas وده الامجدالة واللي بيكون جنبها ال tail of the codate neoclas والشكل ده برضه بيوضح لنا الfrontal horn of the lateral ventricle بيكون بجواره الhead of the codate neoclas والجزء ده هو ال tail of the codate neoclas نيجي بعد كده لنتي فورم نيوكلس والنتي فورم نيوكلس هي عبارة عن كتلة أو نواة من الجري مطر محدبة الشكل موجودة ما بين كلها من الانسيولة الجزء ده هو الانسيولة والhead of the codate neoclas والسلامس الجزء ده هو السلامس وده النتي فورم نيوكلس النتي فورم نيوكلس بيتنقسم الى جزءين جزء شاحب للداخل كده يسمه جلوبس باليدس وجزء الخارجي اسمه بوتامين بحرى عندنا في الاجزيل فيو ده الجزء ده هو الhead of the codate neoclas والجزء ده هو السلامس وده الانسيولة بيكون موجود ما بينهم الانتي فورم والانتي فورم قلنا نواة بينقسم الجزءين الجزء الشاحب والداخلي اسمه جلوبس باليدس وجزء الخارجي اسمه بوتامين نيجي الاخر نيوكلس واللي هي الكولوسترام وده عبارة عن كتلة من الجيمتر على شكل خط موجودة ما بين الانتي فورم نيوكلس والانسيولة يبقى في الاجزيل فيو كده الجزء ده هو الفرونتال هورن بيكون بجواره الهيدو في زاكوديت نيوكلس وده التيل في زاكوديت نيوكلس والجزء ده هو الانتي فورم واللي بتنقسم الى جزءين جزء داخلي اسمه جلوبس باليدس وجزء خارجي اسمه بوتامين بيكون موجود بجوار الانتي فورم النواة الثالثة واللي هي كلوسترام بعد الكلوسترام بيكون في الانسيولة وده صورة كرونال فيو بتوضح لنا الفرونتال هورن بيكون بجواره الهيدو في زاكوديت نيوكلس وده الانتي فورم وجزء ده هو الكلوسترام وجزء ده هو الانسيولة تاني كده ده صورة CT axial view ده الفرونتال هورن بيكون بجواره الهيدو في زاكوديت نيوكلس وده الانتي فورم الجزء الداخلي هو الجلوبس باليدس وجزء الخارجي هو البوتامين بيكون بجوار الانتيفورم الكولوسترام بعد كده بيكون في الانسيولا والجزء ده هو السالمس وده اي مهار اي بيضح لنا الهيدو في زاكودية نيوكلس والانتيفورم والكلوسترام والانسيولا والجزء ده هو السالمس امراض البيزل نيوكلياي او اي خلل في وظيفتهم بيسبب بعض الاعراض زي الصعوبة في بداية الحركة او وقف الحركة وبعض المشاكل المتعلقة بالزاكرة وعمليات التفكير ومن امراض الدماغ المتعلقة بالخلل الوظيفي اللي بيحصل في البيزل نيوكلياي مراض هنتونجن ديسيز وويلسون ديسيز وديستونيا وبركنسون ديسيز الصورة دي بتوضح لنا شكل الويلسون ديسيز والصورة دي بتوضح لنا الهنتونجن ديسيز ومن الامراض او الاصابات اللي ممكن تحصل للدماغ وبتسبب تلف في البيزل نيوكلياي بتشمل كل من الجلطات والأورام وحالة تسمم أحادي الكربون وأمراض الكبد وطاعات المخدرات بيكون فيه ثلاث تراكتس من الويت مطر موجودين ما بين البيزال نيوكلياي وهم الانترنال كابسول والاكسترنال كابسول والاكستريم كابسول وظفتهم أنهم بيفصلوا ما بين البيزال نيوكلياي وبينقلوا الإشارات العصبية خلال الدماغ أول كابسول هي الانترنال كابسول ودي بتفصل ما بين السلامس والكوديت نيوكلاس والانتفورم نيوكلاس يعني الجزء ده هو الكوديت نيوكلاس وده السلامس ودي الانتفورم نيوكلاس الكابسول اللي بتفصل ما بينهم هي الانترنال كابسول والانترنال كابسول هي عبارة عن تراكت من الويت مطر قلنا أن هي بتفصل ما بين الكوديت نيوكلاس والانتفورم والسلامس وده شكل الانترنال كابسول والإكسترنال كابسول موجودة ما بين بيفصل ما بينها كابسول اسمها External Capsule وآخر كابسول وهي Extreme Capsule ودي بتفصل ما بين الكلوسترام والإنسولا من وظائف البيزن نوكلوي هي أنها بتسمح بالتنصيك اللاواعي ما بين حركة الإيد والرجل أثناء المشي وبكده نبقى خلصنا جزء الخامس من كورس الSectional Anatomy of the Brain رابط الPDF الخاص بالفيديو ده هسيبه في وصف الفيديو تقدروا تحمله من على قناة المختصر المفيد الموجودة على التليجرام اشتركوا في القناة